ليش اللجنة الأولمبية ذكرت ورسنتي أن ونص بخصوص بخصوص المخالف إلى تكبته إدارة هس أنا فهمك أول ما أشكل مكتب لندية من أجي أجي بيه على جابر على جابر سوي بسبب على جابر تعرف كم نادي هسه متضرر حاليا الزوراء الحبانية البحري لا البحري ما العلاق الميناء أعتقد أيضا هم الناصرية هذول ثلاثة أنديا مو فقط الزوراء بسبب أن يخاطب مخاطبات غير قانونية هو ما عندها صلاحية الصلاحية تكون للأمين العام والصلاحية تكون إلى رئيس اللجنة الأولمبية حسرا طيب فأنت اليوم من تجي تطي صلاحية نفسها وتطي شرائية وتتحكم بالأندية منو أنت مدير مكتب الأندية أنت مديرها منو أنت القانون ينص عليك أنت ما ينص القانون عليك فهنانا صارت الضجة اللي صار أكد على كلام يعني الخطأ داخل اللجنة الأولمبية نعم من على جابر ليش يدفع ثمن هنا هذه الزوراء أنا أقول لك أنا أقول لك هو قانون بعد القانون يسر لازم وعلى إدارة الزوراء الانتباه على المادة تسعة لتلافة في قانون الأندية الرياضية وكلهم هم إداريين ويعرفون بالقوانين بصورة صحيحة نعم اليوم أنت على جابر من استخدمت هذه صلاحياتك أنت هسا سويت إبادة للأندية وأني أطالب اللجنة الأولمبية بإكمال التحقيقات ويرسلون شكو كتاب موقع إلى هيئة النزاة